سأبدأ من الاستهداف الذي حصل على طريق عرية الكحالي قضاء عليه هذا الطريق الذي يشهد في الأوين الأخيرة استهداف وتتبع لسيارات واستهداف هذه السيارات المترقلة على هذا الطريق العام استهداف سيارة على ما يبدو تم تتبع هذه السيارة وأطلق أكثر من صاروخ عليها إلى حين استهدافها وبقدية سيدة في السيارة تم انتشال جثمانها منذ بعض الوقت الجيش اللبناني كان قد أغلق الطريق نظرا لأن السيارة كانت تحترق وعندما تم أطفاء هذا الحريق وانتشال جثمان السيدة عاد الجيش اللبناني والقوى الأمنية لفتح الطريق عندما بين عرية والكحالي وهناك إصابات أيضا على ما يبدو رجل وطفل كانوا في السيارة لدى استهداف هذه السيارة ولكن على القاطع الآخر أو المسرب الآخر من الطريق العام أصيبوا بجروح طفيفة هناك أضرار بالمحال بعض المحال والسيارات المتوقفة على جوانب الطريق خاصة وأن هذه السيارة كما ذكرت كان يتم استهدافها وتتبعها بأكثر من صاروخ على الصعيد السياسي اليوم الرئيس نبيه بري تحدث إلى أحد الوسائل الأعلام وقال بأن الرئيس دونالد ترامب قام بتوقيع على تعهد عندما زار الجالية الأمريكية في ديربورن ولإنهاء الحرب وأيضا عند سؤاله لماذا ربح أو هذه الأصوات الكبيرة من العرب واللبنانيين لترامب وليس لكمالا هارس قال بأن إدارة جو بايدن كانت تتفرج على قتل الأطفال في لبنان وغزة وأيضا عندما سئل عن موضوع المفاوضات قال بأن الكرة الآن هي في ملعب الجيش الإسرائيلي والكلمة الميدان أيضا ولكن إذا لمس أموس هوكستين المفاوض أو الوسيط الأمريكي أي إيجابية من إسرائيل قد يتجه إلى إسرائيل وتستكمل هذه المفاوضات وأيضا هذه المفاوضات كما ذكرت هي الكرة في ملعب إسرائيل وأنه لديه حتى العشرين من شهر يناير المقبل لكي يستمر بمفاوضاته ولكن في المقابل المستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب مسعد بولوس وهو كان رئيس العلاقات العربية في حملته الانتخابية كان قد تحدث إلى بعض وسائل الإعلام اللبنانية وقال بأنه قد يقوم دونالد ترامب بإرساله كمفاوض إلى لبنان وتعيين شخص ملم بالملف الإسرائيلي لكي يفاوض مع إسرائيل في إنهاء هذه الحرب وقال بأنه بالفعل دونالد ترامب تعاهد للبنانيين والعرب بإنهاء هذه الحرب ولكن ضمن خطة للسلام في المنطقة أو خطة السلام الشامل في المنطقة الضاحية تعيش هدوءا حذيرا ولو أنه المسيارات نسمعها على علوم مخفض ونستطيع أن نشاهدها في بعض الأوقات بعد ليلة عنيفة من الغارات التي أتت بعد سلسلة من التحذيرات التي نشرها أفخاي أدرعي وكان أبرزها استهداف محيط مطار بيروت الدولي والبعض يراها بأنها الرسائل أو من ضمن الرسائل المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل خاصة بعد الصلية الصاروخية التي أطلقها باتجاه تل أبيب وأصابت أي حزب الله طبعا وأصابت محيط مطار بنغوريون ويقال بأن أحد المدارج أصيب فيها وبالتالي استهداف هذه المنطقة الأزاعي على مقربة عشرات الأمطار بعيدا عن مطار رفيق الحريري الدولي قد تكون أيضا من ضمن الرسائل المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل ابقي معنا ليلة تحول إلى حنان عيسى من جنوب لبنان ماذا لديك من تطورات أخضان حنان؟ تسعيد في الاستهدفات الإسرائيلية سينار خلال الساعة الماضية على قرى قضاء سورو وبالتحديد أطراف بلدة دير عامس التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي بثلاث غارات إضافة إلى غارة أخرى على باء مدينة بنت جبيل ووصولا إلى أقليم التفاح في قضاء النبطي واستهداف بلدة جباع هناك إذن غارات عدد من الغارات استهدف عدة بلدات في الجنوب اللبناني إضافة إلى استقبال اليوم سينار اليوم تستقبل بلدة عينبعال 16 شهيدا من أبنائها سقطوا قبل يومين في الغارة التي استهدفت مبنا في منطقة ألجي يشيعوا في هذه الأثناء كانوا قد وصلوا إلى مدينة سور قبل قليل ويشيعوا في بلدتهم في بلدة عينبعال النازحون الجنوبيون سينار الذين تركوا بيوتهم ليست هي لا العائلة الأولى ولا أول الأشخاص الذين يسقطون نتيجة النزوح وأيضا الغارات الحربية التي تلاحقهم أينما توجهوا سبق ذلك وأن سقط عدد من الشهداء في أحد البلدات الجنوبية في منطقة الشمال واليوم وفي أيضا وفي محلة أخرى كان هناك عدد من الشهداء من بلدة عيتارون نزحوا إلى أحد المناطق اللبنانية وأيضا عادوا شهداء إلى بلدتهم اليوم بلدة عينبعال تستقبل 16 شهيدا من أبنائها كانوا قد نزحوا إلى منطقة ألجي وعادوا اليوم إليها شهداء إذن التصعيد الإسرائيلي ما زال مستمر على البلدات الجنوبية وأيضا هذه الغارات التي تستهدف مباني سكنية وأيضا تستهدف المدنيين المتواجدين في أماكن متعددة من الجنوب اللبناني من بيروت من أشوف من كل المناطق اللبنانية سينار يسقط شهداء من اللبنانيين اليوم تودع بلدة عينبعال 16 شهيدا من أبنائها وما زال التصعيد مستمر على جبهة الجنوبية وبالتحديد في قضاء صور وفي بنت جبال وأيضا وصولا إلى أقليم التفاح منطقة أو بلدة أجباع هناك حنان عيسى من صور بجنوب لبنان وليلى خليل من بعبدة شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة